السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الإعداد مرحبا بكم مرة أخرى مع الجزء الثاني من الفصل السابع من قصة كفاح شعب مصر بعنوان هزيمة وبعث جديد في الفصل الأول في النهاية تعرفنا أن مصطفى كامل ذهب إلى فرنسا يدعو للقضية المصرية وهناك أخرج نداءه في الصورة الرمزية صور مصر بصورة فتاة تستغيث بأحرار فرنسا ويطبع من هذا النداء مئات الألاف والزحة على المفكرين وعلى الأدباء تعالوا نشوفه في فرنسا إيه اللي حصل وبينما كان مصطفى كامل يدعو للقضية الوطنية في فرنسا وقعت في مصر حادثة دينشوي دينشوي دي شباب دي قرية من كرة محافظة المنوفية كانت بتشتهر بيء الحمام وأبراد الحمام لقد كان بعض الدباط البريطانيين يصطادون الحمام بالقرب من بلد الدينشوي بالمنوفية فأصابت رصاصة أحدهم فلاحة مصرية واشتعلت النار في أجران القمح فطارد أهل دينشوي الدباط الإنجليز في بلدتهم فولوا هاربين وفي الطريق الزراعي تعرض أحد هؤلاء الدباط لأشعة الشمس المحركة فأصابته ضربة الشمس فمات عند إذن صارت ثائرة الإنجليز وشكلت محكمة عسكرية وبعد محاكمات وهمية لا عدل فيها ولا منطق حكمت بإعدام أربعة من الأهالي شنقن وبالسجن والجلد على آخرين وفي مكان الحادث نصبت المشانق وجيئة بألات الجلد والتعزيم ونفذت الأحكام أمام أقارب المحكوم عليهم في عنف زائد وقصوة بالغة وعندما علم مصطفى كامل وهو في باريس بهذا الحادث الأليب استغل الحادث ونهض على الرغم من مرضه يبين للعالم كله ظلم الاحتلال والاستعمار وتتابعت مقالاته في الصحف قائلا جئت اليوم أسأل الأمة الإنجليزية نفسها والعالم المتمدين هل يجوز إغفال مبادئ العدل والإنسانية إلى هذا الحد؟ جئت أسأل الإنجليزة الغير على سمعة بلادهم وكرامتها وأن يقولوا لنا إذا كانوا يرون بسط النفوذ الأدب والمادي للإنجليز على مصر بالظلم والسنوف الهمجية جئت أسأل الذين يجاهرون في كل آن بحق الإنسانية مالئين الدنيا بعبارات السخت إذا حدثت فزائع في بلاد أخرى دون فزيع الدين شوي ألف مرة أن يثبتوا صدقهم وإخلاصهم بالاحتجاج بكل قوة وشدة على هذا العمل المنقر الذي يدين إلى الأبد تلك المدنية الأوروبية في أعين العالم كافة جئت أسأل الأمة الإنجليزية إذا كان يليك بها أن تترك الممثلين لها في مصر يعمدون بعد احتلال دامة أربعة وعشرين عاما إلى قوانين استثنائية ووسائل همجية بل وأكثر من همجية ليحكموا مصر ويعلموا المصريين ما هي تكرمة الإنسان ثم استطرد يقول يحك المصريين أن يطلبوا تحقيقا دقيقا كاملا في المسألة وإن مصر على بعد يومين من أوروبا فليأتي إليها الإنجليز المحبون للعدل والراغبون في إعلاء الشرف البريطاني وليذهبوا إلى المدائن والقرى وليروا بأعينهم أن الشعب المصري ليس متعصبا أبدا ولكنه شعب كريم أبي ينشد العدل والمساواة ويطلب أن يعامل كشعب حر لا قطيع من الأغنام وأنه يعمل بكل عزيز لديه لتحقيق هذا المطلب الأسمى مطلب الحرية والاستقلال أجل إن الشعب المصري شاعر الآن بكرامته وذلك أمر لا يمكن إنكاره بأي حال إنه يطلب معاملة أبنائه أسوة بالأجانب وهو طلب عدل وغير مبالغ فيه أيضا إننا نطالب بالعدل والمساواة والحرية نطلب دستورا ينقذنا من السلطة المطلقة ولا شك أنه لا يمكن للعالم المتمدين وللرجال المحبين للحرية والعدل في إنجلترا إلا أن يكونوا معنا ويطلبوا مثلنا ألا تكون مصر تلك التي وهبت للعالم أجمل للعالم أجمل وأركى مدنية أرضا تمرح الهمجية فيها بل بلادا تستطيع المدنية والعدالة أن تبلغ فيها من الخصب والنمو مبلغ خصب أرضها المباركة ده أجزاء من المقالة اللي قالها مصطفى كامل بسبب حدثة دينشواي ودوت المقالة في أوروبا دويا عزيما وتناقلتها الصحف في مختلف أرجاء العالم بالتعاليك النزيه وكان لبلاغتها وعبارتها القوية المؤثرة الصادرة من زعيم الحركة الوطنية تأثير كبير في الرأي العام الأوروبي الأمر الذي جعله صحيفة التربيون الإنجليزية تنادي بوجوب منح مصر استقلالها الذاتي وكتبت مجلة المجلات الإنجليزية مقالة تذكر الإنجليز فيها بوعودهم بالجلاء عن مصر وأخذت الصحف العالمية الأخرى تنشر المقالات الطويل عن مصر وما كانتها في المجتمع الدولي وكان لهذه المقالة صدى في البرلمان البريطاني إسقام بعد النواب الأحرار يلكون على اللورد كرومر تبعيد حدث الدينشواي ويستنكرون فعلته وتوجه مصطفى كامل بعد ذلك إلى لندن نفسها وراح يواصل جهاده هناك رافعا صوت مصر عاليا شارحا لرجال السياسة وقادة الفكر وجت النظر المصرية في منطق سليم وحجة قوية وأدركت الحكومة البريطانية أن سياستها في مصر تحتاج إلى تبديل وتعديل وألقيت مسؤولية حدث الدينشواي على شخصية اللورد كرومر ورأت بريطانيا إكساءه عن منصب إنقاذ لسمعتها أمام العالم المتمدين وتخفيفا لهياج الشعور الوطني في مصر وكان استعفاء اللورد كرومر انتصارا كبيرا للحرقة الوطنية فقد تولى منصبه في مصر مدة 24 عاما وكان في خلالها الحاكم المطلق لمصر فلا شك أن إكساءه عن السلطة بعد هذه المدة الطويلة هو اعتراف بكوة الحرقة الوطنية هننتقل إلى زعيم ثالث وقف محمد فريد في أوروبا راسخا كالجبال ينفق من ذات يده قبل أن يخطب أو يكتب كان يطير إلى المؤتمرات الأوروبية لا يفوت منها مؤتمر ولا يترك منها اجتماعا رافعا صوت مصر مناديا باستقلالها يعين ماله وتسعفه ثروته دون أن يطلب من قومه عونا وزل يضع الاستقلال بلاده ويثير في قومه الحماسة والوطنية حتى نفدت أمواله وعاش في أواخر أيامه مريضا فكيرا ثم أسلم الروح بعيدا عن دياره وكان لجهاد هزين الزعيمين مصطفى كامل ومحمد فريد أثر كبير في ازدياد الوعي القومي حتى أصبح الشعب دائما مطالبة بحقوقه وعلى استعداد لمقاومة الاحتلال وبذل التضحيات عند سنوح أي فرصة وقد سنحت تلك الفرصة في صورة 1919 وبكده نكون انتهينا من الفصل السابع من قصة كفاح شعب مصر بعنوان هزيمة وبعث جديد تعالوا نغد اللي هي مجموعة من الأسئلة على الجزء الأخير من أول حادث الدين شوية اكتب ما تعرفوا عن حادث الدين شوية كان بعض الدباط البريطانيين يصطدون الحمام بالقرب من بلد الدين شوية فأصابت رصاص أحدهم فلاحة مصرية فطارد الأهالي الدباط الإنجليز في بلدتهم فهربوا وفي الطريق الزراعي أصيب أحدهم بدربة الشمس فمات السؤال الثاني كيف صارت سائرة الإنجليز بعد حديث الدين شوية شكلوا محكمة عسكرية وحكموا بإعدام أربع من الأهالي وبالسجن والجلد على الآخرين ونفذت الأحكام أمام أقارب المحكم عليهم في عنف وقصف نكمل كيف استغل مصطفى كامل حديث الدين شوية؟ كتب مقالات في الصحف الأوروبية بيّن فيها ظلم الاحتلال وأن الإنجليز يغفلون مبادئ العدل والإنسانية اتنين طالب المحبين للعدل بتحقيق دقيق ليتأكدوا من أن الشعب المصري ليس متعصبا أبدا ثلاثة طالب بوضع دستور لينكز المصريين من السلطة المطلقة نكمل ما أثر مقالة مصطفى كامل عن حديث الدين شوية في أوروبا نادت صحيفة التربيون الإنجليزية بوجوب منح مصر استقلالها الذاتي اتنين كتبت مجلة المجلات الإنجليزية مقالة تذكر الإنجليز فيها بوعودهم بالجلاء عن مصر أخذت الصحف العالمية الأخرى تنشر المقالات الطويلة عن مصر وما كانتها في المجتمع الدولي ألقى بعد نواب البرلمان البريطاني على اللورد كرومر مسئولية حديث الدين شوية علل توجه مصطفى كامل إلى لندن ليواصل جهاده رافعا صوت مصر عاليا وليشرح لرجال السياسة وقادة الفكر وجهة النظر المصرية في منطق سليم وحجة قوية نكمل ماذا أدركت الحكومة البريطانية بعد تنديد مصطفى كامل بحديث الدين شوية وماذا فعلت أدركت أن سياسيتها في مصر تحتاج لتبديل وتعديل اتنين عام ماذا فعلت عزلت اللورد كرومر من منصبه انقاذا لسمعته أمام العالم المتمدين يعني المتحدر وتخفيفا لثورة المصريين لماذا يعد عزلت اللورد كرومر من منصب انتصارا للحركة الوطنية لأنه كان الحاكم المطلب لمصر مدة 24 عام نكمل ما الدور الذي قام بمحمد فريد لتنال مصر استقلالها كان يطير إلى المؤتمرات الأوروبية كلها مناديا باستقلال مصر وكان ينفت من ماله الخاص دون أن يطلب من قومي عونة وماذا كان مصيره؟ طبعا نفدت أمواله وعاش في أواخر أيامه مريضا فقيرا ثم مات بعيدا عن دياره كان لجهاد الزعيمين مصطفى كامل ومحمد فريد أصل كبير في الزياد الوعي القومي وضع حيث أصبح الشعب دائما المطالبة بحقوقه وعلى استعداد لمقاومة الاحتلال وتقديم التضحيات عند ظهور أي فرصة وقد ظهرت الفرصة في صورة 1919 ميلادي وبكده يا شباب نكون انتهينا من الفصل السابع وده بيعتبر أول فصل فيئة الفصل الدراسي الثاني بعنوان هزيمة وبعث جديد بالكاد وشوفنا فيه ثلاث زعماء أحمد عرابي ومصطفى كامل ومحمد فريد وإلى اللقاء إن شاء الله في الفصل السامد مع سعد زغلول وصورة 19 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته